موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 8 لسن 3 اليونت الثامن الدرس الثالث عنوان الدرس آيس كريمس for everyone آيس كريم للجميع موجود بصفحة 108 من كتاب الطالب صفحة 106 من كتاب النشاط قبل ما نبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمي الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي كذلك يتمنشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تقوموا خلال هذا المعرف صفحة 108 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة آيس كريمس for everyone آيس كريم للجميع نكمل سلسلة المراجعة الخاصة بهذا اليونت مراجعة read find and write the words اقرأ هذه النصوص find جد جد الكلمات المناسبة للفراغات and write the words ثم اكتبها هنا أنا منطيني قصة قصيرة للينا وكريم مع هذه العجوز يطلب من عندني أقرأ النص وأمن الفراغات بالكلمات اللي منطينيها أبع على النص فمثلا number one أولا yesterday we found an old lady البارحة نحن فراغ امرأة كبيرة كبيرة في السن شون الكلمة المناسبة للفراغ looked نظرنا غير مناسبة had حظينة كذلك غير مناسبة quickly بسرعة غير مناسبة was كان غير مناسبة held ساعدنا من الممكن أن تكون هذه الكلمة مناسبة للفراغ لكن الأفضل أن نقول so لأن هذا راح نستخدمها بشكل أفضل بغير جملة فنكتب so رأينا رأينا امرأة كبيرة crossing the busy road تعبر الشارع المزدحم فهنا كريم دي يتحدث معالينا يقولها first look left أولا انظري يسارا then look right ثم انظري يمينا دي يعلمها آداب الطريق أنه ميصر تعبر لحد ما تنظر يمينا ويسارا فالأمرأة العجوز جدي قالت can you help me هل يمكنكم مساعدتي number two the children for the old lady to cross the road الأطفال فراغ الأمرأة العجوز أن تعبر الطريق شون الكلمة المناسبة للفراغ هنا نخلي help ساعدوا ساعدوا الأمرأة العجوز أن تعبر الطريق you must speak loudly يجب أن تتحدث بصوت عالي but you mustn't shout لكن يجب أن لا تصرخ باعتبار أن سماعها ثقيل فتطلب من أدهم أن يتحدثون معها بصوت عالي number three they crossed the road عبروا الطريق فراغ but safely لكن بأمان شون الكلمة المناسبة للفراغ؟ بما أنه قال لي but safely لكن بأمان إذن هم عمروه بسرعة لكن بشنو بأمان فأقول quickly but safely عبروه بسرعة لكن بأمان they were next to an ice cream shop كانوا بجنب محل لبيع الأيس كريم فش تقول لهم العجوز؟ تقولهم thank you شكرا لكم do you like ice cream؟ هل تحبون الأيس كريم؟ فيجابوها يقولها yes we do نعم نعم نحب الأيس كريم number four the children فراغ at all the ice cream flavors الأطفال فراغ على كل نكهات الأيس كريم what do you think they will choose؟ ما الذي تعتقد بأنهم سيختاروه؟ فهنا شون الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة looked نظروا نظروا على كل نكهات الأيس كريم الموجودة في المحل فتقول لهم العجوز I am going to buy an ice cream for us أنا سوف أشتري ice cream لجميعنا لينا ترد عليها تقول yummy yummy معناها لذيذ number five لينا فراغ a mango ice cream لينا فراغ ice cream بنكهة المانغو أصير المانغو فشن الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة had حضيت حضيت بice cream بنكهة المانغو يوسف wanted a chocolate one ويوسف أراد ice cream بالشوكولاتة this is a great هذا عظيم then it's for our time to go home ثم بعدها فراغ الوقت لكي يذهبوا للنوم فشن الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة was كان الوقت أو حان الوقت للذهاب إلى البيت فتقولهم العجوز you must come and see me يجب أن تأتوا وتروني we are going to come every week سوف نأتي كل أسبوع and have ice cream ونحظى بالice cream هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط منطني بمجموعة كلمات من خلال حفظ المعاني هذه الكلمات اللي شرحناها نبدروس سابقة حفظناها نبدروس سابقة قدرت أوصلهم بالمكان الصحيح للجملة أو لهذه القصة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي مجرد مراجعة لهذه الكلمات ننتقل إلى كتاب النشاط فقط تمرين واحد موجود به هذا التمرين يقول لي play I can say it in English هذه لعبة يسموها أنا أستطيع أن أقولها باللغة الإنجليزية you need a number, circle and counters تحتاج إلى دائرة أرقام و counter اللي هو فتشي يميزني عن بقية التلاميذ كيف لعبت الحياة والدرج؟ يلعبوها ثنيا أو ثلاثة الفريق ينقسم إلى قسميا الفريق الأول يخلف اللون معين إلى كمغناطيس بين هذن الأرقام وكذلك الفريق الثاني يجبون دائرة الأرقام هذه يفروها مثلا وقعت على رقم الثنيا يرحون على السؤال الثاني إذا جاوبها التلميذ يفرها مرة ثانية ويكمل الدور مالته لحد ما يوصل السؤال ما يجاوبه ينتقل الدور إلى التلميذ الآخر أو المجموعة الثانية بالصف وهكذا مجرد لعبة يتم لعبها بداخل الصف اللي يهمنا مو اللعبة اللي يهمنا الأسئلة بداخل هذه اللعبة هذن للأسئلة أسئلة شفوية مهمة جدا بالامتحان الشفوي خصوصا امتحان الشفوي المتعلق بخير السنة الأستاذ رح يسأل شفويا وليس تحريريا يعني مو بالكتاب مو يطلب من التلميذ أن يكتبها وأنما مجرد شفويا يسأل لها هذه الأسئلة مثلا يقول له كم عمرك فالتلميذ لازم يعرف يجاوبها يعرف يجاوب هذا الشراء البسيط يقول له مثلا أنا عمري 9 عوام قل أيام الأسبوع نحن حافظين أيام الأسبوع قل هذه الأقام إراوي هذه الأقام الثمانية وثمنتعش وثمانين لازم التلميذ يقرأها فمثلا التلميذ يقول له 8 18 80 بعد نمبر 4 قل شيئا كبيرا مثلا الجبل الجبل كبير من أين أنت التلميذ يعرف يجابها السؤال أنا من العراق ما اللغة التي تتحدثها نحن نتحدث اللغة العربية فأقول I speak Arabic Say a dry thing قل شيئا جافا اذكر لي فتشي يتميز بالجفاف ذكرناها بدرس السابق اللي هي Desert الصحراء Say places قل أماكن ننطيني أسماء أماكن مثلا School Library إلى آخره المدرسة المكتبة إلى آخره Say green things قل شيئا أخضر طيني فتشي يتميز بالخضار مثلا Field الحقل Say shapes أنطيني أشكال أشكال هندسية أخذناها بدرس سابقة مثلا Circle Dire Triangle مثلث Rectangle مستطيل Square مربع إلى آخره Say the capital of Iraq قل عاصمة العراق شنية عاصمة العراق بغداد بعد Say white thing قل شيئا أبيض مثلا The board الصبورة Whiteboard Say something small قل أو اذكر لي شيء صغير مثلا Mouse الفار Say school subjects أنطيني أو اذكر لي مواضيع أو مواد مدرسية مثلا English Art فنية Arabic لغة العربية Maths رياضيات إلى آخره Say a high thing اذكر لي شيء مرتفع مثلا The waterfall الشلال Say months of the year قل أشهر السنة أو اذكر لي أشهر السنة January February March April May June July August September October November December بعد 17 Say something you must do قل شيئا يجب عليك أن تفعله فالقانون من القوانين اللي استخدموا يياها Must مثلا You must talk quietly in the library يجب أن تتحدث بصوت هذا في المكتبة Say the past of brush انطيني الماضي مع الbrush brushed بعد Say the number قل هذا الرقم منطيني هذا الرقم اللي هو 1000 Say something tall قل شيئا طويلا أو اذكر لي شيئا طويلا مثلا Building البناية The building is tall البناية طويلة Say what you need for bike race قل ما تحتاجه لسباق الدراجات الهوائية مثلا A T-shirt بعد Say something you mustn't do قل شيئا يجب عليك أن لا تفعله باستخدام mustn't مثلا You mustn't shout in the class يجب أن لا تصرف في الصق Say name of the highest mountain قل اسم أعلى جبل مثلا Helgard Say something long قل شيئا طويلا مثلا The river is long النهر طويل Say what you need for seaside قل ما تحتاجه من عجل الشاطئ شو نحتاج بالشاطئ Umbrella المظلة إلى آخره Say the past of have نطين الماضي ما لهاب نعرفها أنها هاد وبعدها نرجع من السؤال الأول إذن خلصنا الأسئلة الشفوية المتعلقة بهذا النشاط لأن الأسئلة حاول نحفظها شون نجاوب عنهن لاحظنا أن جميع الأسئلة ما رأى علينا بدروس سابقة بوحدة سابقة لأنه يعتبر يونة مراجعة لكن أسئلتها شفوية جدا مهمة بالامتحان أخير السنة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بأنشطة غير مهمة بالبداية بكتاب من الطالب مجرد أنشطة للمراجعة وتهية التلميذ للصف الخامس الابتدائي أما بهذا النشاط فجميع أسئلتها أسئلة شفوية مهمة بالامتحان الشفوي المتعلق بأخير السنة ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو سفسار أوظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة منكم على الشاشة